على المنطقة الحدودية اليونانية المقدونية يرقد رجال وأطفال ونساء في العراء وسط درجات برودة قاسية ومنذ الاتفاق المبرم بين تركيا واليونان منذ سنة الماضية لم يعد لهم الحق في متابعة رحلتهم نحو أوروبا هيئة إنقاذ الطفولة رصدت أوضاع الأطفال اللاجئين في مخيمات اليونان والتفاصيل في سياق التقرير التالي بمناسبة مرور عام على إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى الجزر اليونانية نشرت هيئة إنقاذ الطفولة تقريرا عن الأطفال المقيمين في مخيمات المهاجرين في اليونان وجاء في التقرير أن الأطفال يتعمدون إصابة أنفسهم بجروح ويحاولون الانتحار ويطعاطون أدوية مخدرة حتى يتمكنوا من تحمل البؤس الذي لا ينتهي كما أن صحة الأطفال العقلية تدهورت بسرعة بسبب الظروف المحاطة بهم وأضاف التقرير أن الأوضاع في المخيمات اليونانية أدت إلى زيادة في تعمد إذاء النفس والعدوانية والقلق والاكتئاب ووصفت هيئة إنقاذ الطفولة الأوضاع في المخيمات المكتظة بأنها مهينة وتشبه الاعتقال مما يضطر طالبي اللجوء للكفاح من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الأغطية والأماكن الجافة للنوم والطعام والمياه الساخنة والرعاية الصحية حيث وصل مليون لاجئ ومهاجر من سوريا والعراق وأفغانستان ودول أخرى إلى أوروبا وعبروا من تركيا إلى الجزر اليونانية وتوقف تدفق المهاجرين منذ بدء تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة في مارس أذار السنة الماضية وبموجب الاتفاق يتم ترحيل من يعبر إلى اليونان دون وثائق إلى تركيا إلا إذا كانت تنطبق عليه شروط طلب اللجوء في اليونان لكن إجراءات اللجوء الطويلة أدت إلى تقطع سبل 14 ألفا من طالبي اللجوء في خمس جزر يونانية وهو ما يمثل ضعف طاقتها النظر في طلبات اللجوء يستغرق وقتا طويلا وعدم معرفة مدة الانتظار والمستقبل المجهول يشكل ضغوطا كبيرة على اللاجئين ما يجعل الشك ينهيك قوى الناس ويعرض صحتهم العقلية للخطر